موسيقى مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعة قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الترند في البداية خالص التعازي لأنفسنا ولكل المصريين والأهالي ضحايا طبعا كتري أو حادث كتري السهاج وضحايا كمان عقار جسر السويس ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وكمان خالص التمانيات بالشفاء العاجل لكل المصابين في الحادثين دول وربنا يا رب يحفظ مصر وأهلها دايما بإذن الله تعالى ربنا يرحم الجميع حلقة بداية الأسبوع حلقات دايما بتكون مهمة من برنامج الترند عندنا أخبار مهمة تتعلق سواء بالصعيد المحلي والصعيد العالمي وبالتحديد كل ما يخص ويتعلق بآخر أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي وتفاصيل كتير جدا خصوصا في إطار الاستعداد خلال الفترة الحالية المبراغة في الأهمية وهي مبراغ المريخ يوم ثلاثة من الشهر المقبل بإذن الله تعالى فتفاصيل كتير قوي حنتكلم فيها على مدار فقرات الحلقة النهاردة لكن دايما مهمة قوي تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة اليوم وهو بيتعلق بمنتخبنا الوطني وللسة عنده مبراغ أخرى أمام منتخب جزر الكمر بعد بكرة بإذن الله فبالتالي أنا عايز أسأل حضراتكم رأيكم إيه في أداء المنتخب في مبراغ كينيا أنا عارف الأراء من قبل حتى ما تتبعت يعني أراء كلها سلبية في الحقيقة بخصوص منتخبنا الوطني لكن احنا هنعرض برضو أراء جماهير الكرة المصرية بشكل كامل وله هتتواصل معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام والنهاردة تحديدا هناخد جزء من التعليقات في بداية الفقرة اللي جاية وجزء كما هو المعتاد في نهاية الحلقة لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العنوية نشوف في ترند الأهلي الفريق راح من التدريبات ويستأنف مرانو غدا الترند المحلي المنتخب يواصل تدريباته وسط انتقادات كبيرة على الأداء أما في الترند العالمي ريال مزديد يتجاهل رغبة رونالدو في العودة مجددة أخبار كتير قوي وأخبار كلها مهمة وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخب الوطني في تفاصيل مهمة هنتكلم فيها نحن طبعا في فترة التوقف حالية في فترة التوقف الدولي منتخبنا لعب مع كينيا اتعادل هناك واحد واحد وتأهل الحمد لله يعني الحمد لله أن المنتخب تأهل لبطولة الأمم الأفريقية لكن علامات استفهام كتيرة قوي قوي على أداء المنتخب وعلى بعض الأزمات الموجودة داخل المنتخب هنتكلم عليها بتفاصيل مهمة وحيكون هدفنا في كلامنا على المنتخب هو صالح المنتخب ليس إلا لأن ده أهم شيء بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية وكمان خلال الفترات المجولة لدينا في الحقيقة تحديات كتيرة جدا عن الصعيد الأفريقي وهي بتتعلق بخلاف تأهلنا لبطولة الأمم الأفريقية وأن احنا حابين كمان نحن ننافس البطولة دي كما هو المعتاد بخصوص المنتخبنا الوطني اللي عنده تاريخ عظيم جدا جدا لكن نفسنا كمان نحن نتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي ومجبولين على التصفيات هتكون مهمة قوي فتفاصيل كتيرة هنتكلم فيها بس بعد الفاصل استنون طيب بالراحة كده وواحدة واحدة الأهل المنتخب تأهل لنهايات الكأس العالم الأفريقي ولا لا أهل تأهل صح؟ خلاص يعني الأهل المنتخب تأهل ما فيش أي مشكلة احنا هنا مش قصدنا ان احنا ايه نهاجم منتخب ونهاجم جهاز فن احنا بس عايزين نتكلم في صالح المنتخب في ملاحظات وعلامات استفهام كتير قوي قوي لازم نقف عندها بصراحة فأنا للمرة الأولى في البرنامج هبتدي بتفاعل الجماهير في الفقرة دي من البداية وسؤال الحلقة كان بيتعلق بإيه رأيكو في أداء المنتخب في مطشكيني ياريت تعرض لنا يا بيبو تفاعل الجماهير لأن ده أمره مهم جدا عشان نبقى عارفين الشارع الرياضي المصري بيقيم إزاي منتخب مصر نبتدي بأحمد النجار قالك إيه؟ قالك أداء سيء جدا مقابل الأسماء اللي في التشكيل عندك حق بصراحة يا أحمد اللي بعده بشارك إيه؟ للأسف أداء سيء لا يقوليك بمنتخب مصر أكثر من فازه وطولة أمم أفريقيا إن شاء الله يتحسن الأداء في اللي جاي مبارات القادمة ماشي فاتحي زدال قالك للأسف الشديد لا خطة ولا تكتيك ولا نجوم ولا نتيجة مشرفة وعلامات استفهام على التبديلات أثناء المباراة ماشي يا فاتح اللي بعد محمد فؤاد قالك مستوى سيء لا يناسب الأسماء الموجودة في المنتخب حاليا جول حاوي قالك إيه؟ المنتخب تعبان جدا أحسن تعبير بصراحة لأن المنتخب فعلا تعبان قوي ومنتخب ما يطمنش خالص خالص يعني وصروف اللي بيلعبوا فيها مش مساعدهم يا ريت يبقى في تطوير أكتر ماشي فيه تاني يا جماعة نروح لإبراهيم جمال آخر تعليق معنا في الفكرة دي قالك إيه؟ للأسف أداء ضعيف بالنسبة لمنتخب مصر الذي يواجه منتخب كينيا المتواضع نسبيا ولا يوليك بإمكانيات لعبة الفرعنة اللي موجودة على أرض الملعب ومبروك التأهل للفرعنة حلوة أول دي تعليقات إيه؟ الجمهور دي تعليقات الجمهور بخصوص منتخب مصر وأداءه واضح إن فيه إجماع على إن المنتخب ما يطمنش وأنا أتحدى أتحدى أي واحد من اللي بيتفرجوا علينا واللي ما بيتفرجوش علينا دلوقتي إنهم راضيين عن منتخب مصر أتحدى إنهم يكونوا راضيين على الشكل المنتخب في أرضية الملعب أتحدى إنهم يكونوا راضيين على استراتيجية وطريقة اللعب الخاصة بالكابتن حسام البدر اللي ليه كل التأدير والاحترام في مباراة كينيا الأخيرة وياريتها مباراة كينيا الأخيرة بس ده كل المباريات اللي لعبها الكابتن حسام مع منتخب مصر حاجة ما تطمنش هل أنا هنا بتكلم عشان أنا عايز أطلع أهجم الكابتن حسام البدري لا إحنا لو تراجعوا حلقات الأسبوع اللي فات إحنا كنا أول ناس بنقول يا جماعة لما كان في ناس كتير بتعلق تقول لك إيه اللي اختياراته ومش اختياراته كنا بنتكلم بنوك ليه يا جماعة الأهم الصلاح العام كابتن حسام البدري اللي هو مطلق الحرية في اختياراته هو اللي بيشيل الليلة لو تفتكره هو اللي بنشيد بيه لو تأهلنا ولو حققنا الأهداف لأن طبعا طموح مصر مش إنك تتأهل بس الكاسة الموامة في ركاية الكاسة الموامة في ركاية دي لو نتائج عكس المتوقع فهو اللي بيشيل الليلة ده طبيعي لكن هنا السؤال هل الدولة أثرت في حاجة مع المنتخب؟ هل الدولة أثرت في أي احتياجات طلبها المنتخب الوطني الأول؟ بصراحة لا بصراحة الدولة عملت كل اللي عليها في الجانب ده تحديد قالك إحنا نجيب مدير فني وطني جبنا مدير فني وطني وقف طبعا ليه تاريخ كبير كابتن حسين البدري حدش يقدر ينكر كده إطلاق مرتبات ما شاء الله بنشوف مرتبات عالية أول وأنا بصراحة أنا عن نفسي يعني ضد اللي الناس بتقول لك أصلا مرتبات زيادة ومزيادة وده غير منطقة مش عميل لا بصراحة كل المنتخبات العالم كل الأجهزة الفنية في العالم كله مرتباتها في رنجاتي وأكتر فعادي مرتباتي طبعية دلوقتي في الفترة الحالية أنا لا أتكلمش على مرتبات لكن فيه تأخر في سداد مستحقات أعضاء الجهاز الفني بصراحة لا الناس قاعدين في البيوت وبيقبضوا قاعدين في البيوت وبيتابعوا بس بصراحة مش بيذكروا بصراحة مش بيذكروا وأنا كلامي هنا تحديداً للمدير الفني هو المسؤول الأول والأخير عن المنتخب المفروض أنا قاعد في البيت بذاكر عندي أجهزات طويلة جداً أذاكر عشان لما أجل ألعب مع المنتخب أجي أدير لقاء المنتخب أظهر في أحسن صورة ما يبقاش عندي أي حجر وبصراحة ما فيش حجة للمنتخب ولا للجهاز الفني هتقول لي ما فيش تجمع أنت مش بحتاج تجمع ده أنت عندك نجوم في بعضهم بيلعب في الطوب لبل في أقوى دوري في العالم الدوري الإنجليزي صلاح النني اللي ملعبش النني وكان عندك أحمد حجازي بيلعب في الدوري الإنجليزي برضو يعني عندك لعبة بخبرات عالية غير طبعاً اللعبة المحلية لعب الأهلي والزمالك ولعب اسموح عندك عدد من اللعبين المميزين جداً الموجودين في المنتخب فما تقول ليش بقى أصلحنا ما تجمعش أصلحنا الدنيا بالنسبة لنا مش مستقرة أصلحة لا ما فيش حجة ده كلام غير منطقي لكن أنا بقى بيهمني دلوقتي إيه؟ دلوقتي أنا بتكلم من خلال شاشقات الأهلي أنا أهمني النادي الأهلي بعد منتخب مصر طبعاً رقم واحد منتخبنا الوطني مصلحة الدولة ومصلحة مصر في الجانب الرياضي دي رقم واحد بالنسبة لنا المنتخب عمر الأهلي ما حيتأخر عن منتخب في أي حاجة دي حاجة مستبعدة تماماً ما ينفعش أصل ما ينفعش أصل المنتخب يتأخر أو النادي الأهلي يتأخر عن منتخب هنا سؤال هنا السؤال إلى أي حد حيفكر ويشغل هنا حيسأله رقم واحد أيمن أشرف هتقول لي الموضوع خلق لا بحسن كتير اتكلمت فيه بس الجديد بالنسبة لي الجديد بالنسبة لي وده اللي عرفناه من بعض المصادر والتصرحات اللي خرجت بالأمس ان تم استبعاد أيمن أشرف خلاص هو وحمد فتحي هتدي بأيمن الأول استبعاد أيمن ليه بسبب الإجهات نكتة والله العظيم نكتة طب ما ترامى اللاعب نفسه أصلا مصاب وعملين نقول يا جماعة ياللي هنا أيمن أشرف مصاب ما تصفرهش معاك أيمن أشرف رجبته فيها مشكلة ما تصفرهش معاك اللعب لا تمرن أول تمرين ولا تاني تمرين ولا تاني تمرين وجري في التمرين الرابع ومش عافية طب منصفره ليه المنتخب فيهش غير أيمن أشرف طبعا معترفين بالقدرات أيمن أشرف الكبير لعيب مهمة قوي لعيب فز محدش يقدر يختلف على كده لكن تلازم تراعي مصلحة اللعب نفسه ومصلحة النادي اللي منه اللاعب طبعا ما أنت مش هتحتاجه طبعا ما أنت مش عايزه طبعا ما عندك البديل ليه سواء أحمد أيمن منصور أو عبدالله جمعة لما خدته طي وعبدالله جمعة نضم المنتخب ليه عشان أحمد الفتوح زهير أيسا النادي الزمالك جاله برد ما عندهش إصابة في الرجبة ولا حاجة ماشي ما عندهش إصابة في الرجبة ولا عنده أي مشكلة بسواء جاله برد الراجب فعمل له مسحة تلعت الحمد لله سلبي فتلعت نازلة برد عادي ما هو البرد ده ممكن يتعالج ويلحق يلعب لكن قالك لا خلاص نسب عيده ونجيبه واحد ما كان وقرار صحيح في الحقيقة طب ليه ما عملتش نفس القرار ده مع أيمن أشرف وأصريت أنك تتصفره معاك كينيا وتجهد لاعب مهم سواء بالنسبة لك أو بالنسبة لنادي الأهل اللي مقبل على تحدي مهم جدا جدا في إطار المنافسة في البطولة الأفريقية فأنا مستغرب في حتة أيمن أشرف دي بصراحة أدي رقم واحد رقم اثنين حمد فاتحي خلاص اللعب هيغيب شهرين بسبب كسر في دراعه ومش هيكون موجود خلال الفترة الجاية لعب مع الأهلي وأكيد ممكن بقى المعصر الجام منتخبية اللي هيكون موجود يعني لو لحق يلعب مع النادي الأهلي فهيغيب 13 مباراة 13 مباراة عن النادي الأهلي شهرين كاملين فأهم فترة في الموسم طيب هتقول لي هنا فين اللوم طبعا كابتال حسان البدري ما هو بلعب واحد هو محتاجه في ملعب ولعب وقده بشكل كويس اللوم هنا كل اللوم في الحقيقة عجازة طبي وكابتال حسان البدري أن اللعب تعرض لكادمة فيه خلال أحداث المباراة وكان فيه إصرار أن اللعب يكمل بل كمان غيرت طريق حامد ونزلت مكانه السلية كان من الأولى أن يطلع الرجل اللي بيشتكي من كادمة ده نتطمن عليه وننزل السلية أو ننزل النيني لو كنت هتلعبه أصلا تمام كان من الأولى مش من الأولى لكن للأسف العناد العناد خسر الأهلي لعب مهم جدا لمدة شهرين قدال طيب هل يا جماعة النادي الأهلي مطالب أنه يدفع فطورة دعمه المنتخب مصر اللي هو الدعم الطبيعي يعني هنا ما قدرش أقول لحاجة غير كده ده الطبيعي جدا وفي أي حتة أقول الكلام ده ده ألف به المنتخب يقول سين سين أوكي صاد أوكي ما فيش نقاش الحاجات دي دي حاجة مفروغ منها بس أنا بتكلم يا جماعة لازم نراعي مصالح بعض أنا كمدير فني المفروض عندي خبرات عظيمة ومدير فني كبير وعندي تاريخ كبير جدا أغلبه لم يكن كله كان مع النادي الأهلي لازم أراعي النقاط دي وأفكر في مصلحة النادي الأهلي ولو ما أقف مع النادي الزمالك أفكر في مصلحة النادي الزمالك أنا بتكلم بمنتهى المنطقية اللي في الدنيا فده أمر مستغرب جدا أمر مستغرب جدا في الحقيقة ده فيما يتعلق كمان بحمد فتحي وتعنت الكابتن حسام البدري بخصوص الإصرار على تواجده اللعب في الملعب وهو مصاب وبخصوص استحاب أي من أشرف رغم إصابته ورغم أنه هو مش محتاجه ومش هيلعبه فأنا هنا بقى بوجه سؤال أو بوجه رسالة للمسؤولين مين يا جماعة يحسب الكابتن حسام البدري مين يحسبه على الكرات دي ممكن واحد دلوقتي يتفرج عليه يقول لي إيه هيقول لي يا أمير لازم نتكلم في مصلحة المنتخب ومش لازم ندوس قوي على الكابتن حسام البدري أنا بقى حرد عيقول له إحنا يا جماعة خلاص تأهلنا إحنا موجودين في كاس الأمور أفريقيا خلاص أدي هدف أخير لصنا منه رغم أن الأداء ما فيش أوحش من كده في الدنيا ده كوبر اللي كنا بننتقده الرجل كان فيه شكل في الملعب بتدافع وبتلعب على هجمات المرتدة وصلاح ومصلاح وكلام منه لكن ده إنت دلوقتي لا بتدفع ولا بتهاجم ولا بتعمل أي حاجة ولا فيه استحوال أو فيه أي حاجة في الدنيا ده حتى التغيرات غريبة مش من عادتنا إن إحنا نطاق التغيرات في الحقيقة بس لازم اللي نشوفه نقوله بصراحة اللي بنشوفه لازم نقوله نبض الشرع الرياضي لازم ننقله وأنا أصريت إن إحنا اللي يبتدي بتعليقات حضراتكم عشان يبقى الكلامه هو ودي طبيعة البرنامج من الجمهور على السوشيال ميديا ورأيهم في المنتخب فمن يا جماعة يحسب الكابتن حسين البدري وإحنا ما بنتكلم كده وبقوة وبحدة ده مطلوب عشان نتفادى الأخطاء دي في اللي جاي عشان صالح المنتخب عشان المنتخب مقبل على تحديات قوية جدا مش حينفع شكلنا يبقى زي ما كنا مع كابتن أجيري في مصر مش حينفع مش حينفع مش حينفع الكياتين ما ينفعش ما فيش أي حجة من حجة طب تعالي بقى على الصعيد الفني رقم واحد أنا مستقرأ بتعامل الجهاز الفني مع بعضه تعامل الجهاز الفني مع بعضه أثناء إدارة المباراة وفي لقطة أنا شفتها الكابتن حساب بدري وكابتن طارق مصطفى جاي بيقول له رأي الراجل يعني كابتن طارق مصطفى برضو كان لعيب كبير قوي ومدرب مميز وشفنا في المغرب عمل جوالات تدريبية مميزة جدا هناك ومسك فرق والناس بتشيت بيه قوي فالراجل عنده فكر يعني عنده فكر بيفكر وبيطرح اقتراحات لقطة كانت غريبة جدا من كابتن حساب بدري أعتقد كلكم شفتوها كده ماينفعش ماينفعش والله ماينفع الشكل اللي عام حتى مش حلو ده راجل بيساعدك اللقطة على الهوى الناس كلها شفتها الراجل بيساعدك بيقول لك حاجة يوم ما في الغرف المغلقة إيه اللي حيحصل يعني على مستغرب الراجل بيقول لك اقتراح خد بيه أو متاخدش أنت المسؤول الأول فأنا مش عاجبني بصراحة الطريقة ومش أنا بس يعني يعني أنا واحد من الجمهور المصر مش عاجبني خلص أسلوب التعامل يعني أثناء إدارة المباراة وشكل على الهوى مش حلو خلص رقم اثنين تعالي في ايه في رقم اثنين رقم اثنين محمد النيني في عزمة محمد النيني ماشي بشكل كويس مع أرسنل وبيلعب أفضل ما واسمه مع أرسنل أه أرسنل أرسنل في بريمير ليج وارتتا المدير الفني بيشيد بي قد كده ولسه جاي في جون في اليوروبا ريج في أولمبياكوس جون حلو جد وماشي بشكل كويس يعني واحد بيلعب في طوب ليفل أعادوا على الدكة حتى هتقول لي أصلي مش عارف مين اللعب ده واحد بيلعب في طوب ليفل ده واحد لازم أنا أستفاد منه بأي طريقة واحد عنده خبرات لازم يكون موجود في الملعب مش بيقبر الكابتن حسام أو مش إن إحنا لازم يلعب ولا حاجة لكن ده محمد النيني يا جماعة برضو لعيب مهم آه ممكن البعض يختلف يا طفق ده طبيعي لكن دي حاجة غريبة جدا إنه ما يلعبش بحس دايما بحس دايما إن الكابتن حسام البدري لما الناس تقول يمين يمين إلا هو ياخدش مال مصطفى محمد لا طبعا مصطفى محمد لعب كبير جدا لكن لما كان الناس كلها بتشيد مصطفى محمد قال لك أصل هو نقصوا بعض الحاجات نفس الحكاية مع النيني أصل النيني كويس لا 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 مش كويس العنات ده مش لما ده المتصالح مين يعني وبعدين السؤال يقول يتقلق طب أنت النيني ليه أصل هو تمرن تمرين واحد طب وأن النيني بالمناسبة جاي مع تريزي جيف نفس الطيار طب ما حجازي متمرنش أصل الرجل جاي من السعودية على كينيا الكابتن حسان بدري في إدارته المبراد هل إحنا هنا بنشيل إيدينا من المنتخب أو مش هندعم المنتخب لا هندعم طبعا المنتخب هندعم الكابتن حسان هندعم الجهاز الفني إحنا في ظهرهم بس لازم فيه نقط كده لازم نركز عليها فيه نقط لازم نقف عنده فيه لعبة يا جماعة بتتدخل في تشكيل واضح جد لازم فيه سيطرة من المدير الفني الكلام ده ما ينفعش فبعد إذنكم الجمهور المصري جمهور كورا بيحب يتمتع بيحب يتوقع إحنا كنا منتاقد كوبر اللي وصلنا كاس عالم بعد 30 سنة عشان مش منستمتعين بالمنتخب ففي الحقيقة الوضع غريب جدا وأنا مستغرب والناس كلها مستغربة من الجزئية دي ففي كل الأحوال الحاجة الأخيرة قبل ما أطلع الفاصل كمان من ضمن الأمور موضوع الشرق كل شوية كده كل فترة أصلا عايزين ندي الشرق الصلاح ونعمل بلونة كده عشان شوف اللي قرأ إيه ومش عارفه وفي الآخر الموضوع يقول لك قال لك إحنا أصلا ما قلناش كم ده طلع أحمد فتحي في مرة كدبهم في القائم اللقاءات ما فيش ضخان من غير نار فمشاكل كتير جدا لازم نخلص منها قبل الفترة اللي جاي فرسلتنا الكابتن حسان البدري يا كابتن حسان بعد إذنك ركز وبعد إذنك راعي راعي مصلحة المنتخب الأول من غير أي ناد من غير كلب مكيالين لأن الكلام ده مش هينفع خالص لمصلحة المنتخب قبل مصلحة أي نادي في الدنيا هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم حنتظر فيه السنة يلا بل طيب خلينا نشوف تريند الأهلي وإيه الأخبار كتبت عن نادي الأهلي النهاردة على السوشيل ميديا تحديدا فبالتالي نبتدي بالحساب الرسمي لنادي الأهلي على فيسبوك واللي بيتمنى العودة السريعة لحمد فتحي نجم النادي الأهلي واللي تعرض لكسر في دراعه وحيغيب لمدة شهرين وبالمناسبة يا جماعة هم شهرين لأن في البعض قالك سبعين وثلاثة وكلام من ده ده كلام صحيح خالص هم حمد فتحي يغيب لمدة شهرين كاملين أو كاملين عن الملع طيب خلينا كمان نروح لحساب بطولات وجزئة مهمة أول لازم نعلق عليها بصراحة ما ينفعش نفوتها كده قالك إيه؟ ده حسابهم على تويتر بص بقى بركز معاي قالك لاني للتخطيط بالأهلي فتحت تحقيقا بخصوص تجدد إصابة علي معلول رقم واحد ده يا جماعة ما حصلش اهو احنا بنقولك اهو قناة الأهلي ما حصل فيش كلام ده ما فيش أي تحقيق عمل ماشي؟ يبقى دي أول نقطة بره خاصة بعد تصرحات طبيب منتخب تونس بأن سبب الإصابات المتلاحقة هو التعجل أو التعجيل بمشاركة اللعب في المبارات الرسمية أنا سمعت الرجل بتاع تونس مبارح رجل محترم جد والدكتور مميز جدا قالك ايه؟ قالك ايه؟ قالك ما فيش أي مشكلة خالص بالنسبة لعلي معلول وجهاز فني أو جهاز طب النادي الأهلي ما أسرش وإحنا متواصلين معه بشكل كويس واللعب نفسه من الزعلان وموجود في تونس وبتعالج وفيش أي مشكلة خالص وكل حاجة ماشي بالتنصيق يعني تصرحات معاكسة تمام طيب رقم عدم تمثل الشفاء ده أدي علقنا على الكلام ده قالك بقى كمان أصل التاريخ التونسية بتقولك التحية مع الجهاز الطب للأهلي بسبب تجدد إصابة عالي معلول ما فيش يا جماعة برضو الكلام ده وبالمناسبة وإحنا شرحنا لحضراتكم قبل كده إن الإصابات في العضلة الخلفية نسبة 30% ودي إحصائية عالمية من اللعيبة اللي بيجي لهم إصابة في العضلة الخلفية ممكن ممكن إن تتكرر الإصابة عندهم يعني كل عشرة ممكن تلاتة منهم تتكرر عندهم الإصابة هي حاجة كده هي العضلة الخلفية دي مشكلتها عضلة صعبة عشان عضلة طويلة فبالتالي ممكن الإصابة ترجع طيب ممكن حد يقولك إيه طب ما نديله فترة كبيرة أكتر عشان يبقى خلاص نتطمن بشكل كمان مش محملهاش مقاييس يعني حتى لو قعدتوا فترة طويلة كمان عشان تتطمن عليه ممكن برضو الإصابة ترجع وهي العضلة الخلفية مشكلتها في كده فما فيش أي مشكلة خالصة بالنسبة الجهاز الطبية ومماشي بشكل كويس ما فيش أي مشكلة طيب خلينا كمان نروح ليه جزئية أخرى وده من حساب الأهرام على تويتر واللي بيقول إن الأهل يطير إلى سودان عصر الأربعة وإحنا عارفين الأهل عنده مباراة مهمة جدا مع المريخ السوداني طبعا فريق مميز رغم إنه ممكن مش بيظهر بالشكل المتوقعين وخلال المباريات السابقة في دور المجموعات لكن يتبقى المباراة غاية في الصعوبة وخصوصا إن المريخ لسه عنده أمال في المنافسة فهتبقى المباراة صعبة جدا إنت عايز تحسن كل شيء في المباراة دي بإذن الله تقدر تكسب عندك معنويات مرتفعة أو في غيابات لكن في معنويات مرتفعة تقدر من خلالها بعد فوز على فيتا كلوب بالنتيجة 3-0 إنك تكسب كمان خارج أرضك يناد في السودان وبالتالي تتأهل رسميا وبعدها تستقبل سيمبا إن شاء الله بإذن الله في القاهرة وتبقى متصدر المجموعة بإذن الله تعالى طيب نروح لليوم السابع وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا عن أن المسلماني يطالب معاوني بأداء تقرير شامل عن المريخ السوداني وده أمر طبيعي جدا وأكيد تم متابعة بعض اللقطات الفيديو الخاصة بفريق المريخ عشان الجاز الفني يقف على نقاط القوة والضعف وإزاي يشوف حيتعامل مع الفريق ده وإزاي بإذن الله تعالى يقدر يتغلب عليه في هذه المباراة الصعبة بكل تأكيد طيب خلينا كمان نروح للوطن الرياضي واللي بيتكلموا يعني في جزئية أخرى هي بتتعلق بالزاي الجديد للنادي الأهلي وأن المريخ السوداني يحرم عبد الحفيز من اختيار تي شيرت الأهلي الجديد وكان من المقرر أو من المفترض أن الكابتن سيد يسافر علشان يشوف الزاي الجديد ويختاره هو الكابتن أمير توفيق وكمان الكابتن خالي بيبو لكن الواضح أن هم الاتنين بس اللي حيسافروا من غير الكابتن سيد عبد الحفيز يعني أمر مش صعب يعني حاجة عادية يعني فيش مشكلة فالس لكن في كل أحوال التركيز كله منصب على المباراة المجبلة في دورة أبطال أفريقيا أمام المريخ طيب آخر خبر معنا في تريند الأهلي وهو بخصوص المريخ وأعلان حضور عدد من الجماهير في مباراته أمام النادي الأهلي قال لك المريخ يعلم إنقامة مبارات الأهلي في دورة أبطال أفريقيا بحضور جماهيري وهيخص 80% من تذاكر للأولترس أنا الكلام ده بنسبالي غريب بصراحة لأن إحنا من أسبوعين كده اللي هنا الاتحاد الأفريقي أعلن قال لك إيه قال لك فيش أي مباراة أفريقية حتتلعب في البطولات الأفريقية لتصفيات أمام أفريقيا المنتخبات ولا حتى بطول الدورة الأبطال الأفريقية ولا حتى الكونفيدرالية ما فيش أي مباراة تلعب جمهور فالكلام هنا مغاير شوية مباراة فيتا كلوب برضو سمعنا أنهم عايزين يحضروا 3000 مشجع وحاجات كده غريبة المفروض يتعادل أفريقي يكون ليه قرار في الجزئية دي وده اللي احنا هنشوفه هنتبعه خلال الفترة اللي جاية ولازم زي ما الأهلي بيلعب هنا أو زي ما أي نادي في أفريقيا بيلعب على ملعبه من غير جمهور لازم لما يروح بره ملعبه يلعب من غير جمهور عشان جزئية تكافؤ الفرص وده أمر مهم جدا هنشوف إيه اللي هيحصل تحديدا في الجانب ده طيب دي كانت أخبار الأهلي في تريند الأهلي هروح لفاصل بعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم وعندنا أخبار كتير جدا كمان بتتعلق وانتخبنا الوطني هنتكلم فيها بتفاصيل استنوا طيب خلينا نتكلم شوية عن بعض الأخبار التي تتعلق بمنتخبنا الوطني اللي بنتمنى له طبعا كل التوفيق في المواجهة المقبلة أمام فريق أو منتخب جزر الكمر ونشوف أداء بإذن الله تعالى يكون مميز ويوليك بإسم وتاريخ منتخب مصر بإذن الله تعالى فبالتالي عايز أقول لكم ترتيب مباريات المنتخب في تصفيات كاس العالم وهو در للهدف الأساسي بقى بصراحة يعني عايزين نروح كاس العالم ونبقى كده منتخب متعود يروح كاس العالم مش اللي هو كل فترة نروح لا عندنا الإمكانيات عندنا جيل مميز من اللعابين بصراحة لازم يتم التعامل بشكل جيد معهم سواء من الجانب النفسي أو الجانب الفني فالمنتخب هيبتدي من يوم 1 يونيو بتصفيات كاس العالم لحد يوم 15 يونيو هيكون فيه مباريتين اللي هو ما بتعاول جولتين الجولة الأولى مع أنجول تمام؟ الجولة الثانية مع ليبيا ياريت يا جماعة تقولولي برضو أنجولا هنلعبها بره الأول ولا جوة وليبيا أمت بره ولا جوة؟ تمام؟ وبعد كده هتروح من 30 أغسطس ل7 سبتمبر الجولة أنهي التالتة والرابعة اللي هي هتكون مع الجابون ذهابوا أيام وبعد كده هتبتدي من 4 أكتوبر لـ 12 أكتوبر الجولة الخامسة أمام أنجولا والجولة الأخيرة اللي هي السادسة أمام ليبيا ده مشوار منتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله تعالى كمان من ضمن الأخبار المهمة وصول بعثة جزر القمر اللي تأهلوا رسميا لأول مرة في تاريخهم لنهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرو وطبعا ده إنجاز كبير وعظيم بالنسبة له أن هم يتأهلوا أول مرة هم طبعا متواجدين في مجموعة منتخب مصر وبيحتلوا مركز الثاني بفرق الأهداف بس منتخب مصر هو اللي بيتصدر بفرق الأهداف لكن هم بنفس عدد نقاط منتخب مصر 9 نقاط وسلم بارح وتم استقبالهم من خلال التحاد المصري لكرة القدم شعبان بستاوي استقبلهم وأنهو كل الإجراءات دخولهم بشكل سريع نتمنى نشوف مباراة كويسة بالتحديد من منتخبنا الوطني بإذن الله يقدر يغير الصورة السيئة جدا عن أداء المنتخب في المباراة الأخيرة أمام كينيا وفي المباراة اللي لعبها مع الكابتن حسام البدري إن شاء الله أنا نتمنى لكابتن حسام كل التوفيق ونجهازه وللعناصر المنتخب كمان طيب خلينا كمان نروح نشوف إيه الأخبار اللي عن المنتخب في السوشيال ميديا وبالتحديد نبتدي بالوطن سبورت واللي بتتكلم عن واحد من نجوم منتخب مصر ومحمد النيني وبيقول بصي بقى بصي بقى الكلام ده لو صحيح يبقى خطير جدا يبقى كلام خطير جدا يعني قال لك إيه التردية ده العنوان كده التردية تمنح محمد النيني شارط قيادة المنتخب أمام جزر الكمر أصلا أنا ملعبتش النيني في المطش اللي فات ومتلدتش به أساسي وطبعا سمعنا بعض الكواليس إن اللعب كم مرديش ينزل في الشوت التاني فأنا لازم بقى أراضي النيني بقى تطب عليه وده أسلوب غلط بالمناسبة إحنا كنا بنقول لي في أول حلقة النيني يلعب مهمه إذا ملعبش لكن برضو أنا بقول لك متطبطبش ما ينفعش متطبطب عنيني ونديله شارط الكيادة موضوع شارط الكيادة ده بقى بصراحة بقى حاجة غريبة قوي يعني بقى حاجة إيه خلاص استقر على حاجة من الأول إنت قلت خلاص هنمشيها بالأقدمية يبقى بالأقدمية من الأول عايز تديها الصلاح اديها الصلاح مفيش مشكلة بس يبقى قرار واحد بقى فموضوع غريب فهنشوف موضوع الترضية ده فعلا هيحصل ولا لا والكلام طبعا على عهدة الوطن سبورت خلينا كمان نروح ليه يلا كورا واحسابه من رسمي على تويتر واللي بيتكلمه عن تصريحات ليه لعب جزر الكمر واللي قال نتنافس ومثلنا مثل مصر تأهلنا الأمة أفريقية ونعمل على احتلال كمة المجموعة ونستهدف الفوز أمام مصر فده حيخلينا في مكانة أفضل في القرعة فطبعا الناس عندهم ده ويفعوا وعندهم معنويات مرتفعة بعد التأهل بشكل رسمي وحلم السعادة في دولة جزر الكمر فبالتالي هنشوف مباراة أكيد قوية طيب خلينا كمان نروح لحساب الأهرام على تويتر واللي قاله ايه قاله موعيد إرسال قوائم المنتخب الأولية والنهائية للمشاركة في أولمبياد توكيو تعالي بقى نشوف شتان الفارق شتان الفارق ما بين منتخب الأولمبي والمنتخب الأول في الأداء في الشكل في كل حاجة بصراحة كل العوامل متوفرة سواء هنا أو هنا بس هنا بنشوف أداء سيء وهنا بنشوف أداء جيد لما بيلعب منتخب الأولمبي بنشوف بطولة زي بتوية أفريقيا اللحاء منتخب الأولمبي بنشوف جهاز فني بيشتغل في وقت الأجازات فعلا فعلا بيشتغل فدي جزئية من ضمن الجزئيات قالك ايه ممو قرر أن تقام دورة الععاب الأنبياء في اليابان كورونا من الأول والفترة هتكون من 23 يوليو لحد 8 أغسطس كابتن شاوئي غريب هيرسل قائمة أولية بتتكون من 50 لاعب ده هيرسله إمتى يوم 15 مايو المقبل عشان يصفي 50 لاعب دول 22 بعد كده بس لازم 22 هيختارهم يكونوا من 50 اللي هي قائمة مبدئية اللي هو باعتها وتفاصيل أكيد مهمة في الجزئية دي الكلام هيكون على العناصر الكبيرة اللي ممكن تنضم المنتخب يسمح المنتخب الأولمبي أنه يستعين بتلت عناصر من الكبار صلاح رقم واحد بإذن الله ليفر بولت وافئ وممكن نشوف بعد كده أكيد ممكن الشناوي يكون موجود رغم برضو أنه في بعض العناصر في مركز حراسة المرمى المنتخب الأولمبي موجودين في الدوري بيقدوا بشكل جيد لكن رقم واحد في أصراك يا جماعة بصراحة محمد الشناوي لكن طبعا مطلق الحرية الكابتن شاوئي غريب اللي بيشتغل بشكل جيد جدا مع المنتخب الأولمبي طيب دي كانت بعض الأخبار اللي بتتعلق بالجانب المحلي وبالتحديد بمنتخبنا الوطني الأول هو المنتخب الأولمبي هروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نكمل ونشوف السعيد العالمي وأخبار ايه النهاردة يلا بينا الترند العالمي والأخبار العالمية وفي الحقيقة في أخبار كتير مهمة هنتكلم فيها وبالتحديد نبتدي بكريستيانو رونالدو وريال مدريد وده من حساب في الجول ونقلا عن مركة الأسبانية هلك ريال مدريد يتجاهل رغبة رونالدو في العودة احنا عارفين رونالدو يعني ميولو أكتر في أنه يمشي من يوفينتوس ويرجع ريال مدريد ويكمل المسيرة اللي كانت حافلة بألقاب وأرقام كتير جدا مع ريال مدريد وكان قرار خاطئ سواء من رونالدو أو من الريال نفسهم أن هم يعني يبيعوا رونالدو فبالتالي ريال مدريد بتفكر في المستقبل شوية وده أسلوبهم على مدار التاريخ يقول لك رونالدو دلوقتي 35 أو 36 سنة فصعب أن أجيب لاب حتى لو هو كريستيانو رونالدو أو أنت لو حاطيت رونالدو في الهجوم خاصة أنت مش حاجة تانية حتى في سنه ده بصراحة يعني الرجل ما بيبطلش أهداف ما شاء الله يعني لكن الاتجاه الأقرب أن هم يتعاقدوا مع المواهب الشابة زي ما شفنا مع حضرتكم طيب خلينا كمان نتكلم عن ريال مدريد بشكل مفصل أكتر وده وفقا للإي أس بي إن على طبعا تويتر وده من خلال كمان حساب يلا كورة والذي قال لك ريال مدريد قد يقوم بالتعاقد مع هولند وإنبا بي دفعة واحدة في نفس فترة انتقالات على ما أتذكر أن فترة الانتقالات الصافية السابقة ريال مدريد ما تعاقدوش مع أي لعب ما صرفوش جنيه يعني فبالتالي ممكن يكون عندهم ميزانية كافية للتعاقد مع اثنين موهبتين من الموايب البارزة جدا في العالم هولند وإنبا بي يقول لك أنهم يعني بيجهزوا 300 مليون يور للتعاقد مع السنائي طبعا هتبقى خطة جمدة جدا ده بالإضافة أنهم هتخلصوا من بعض العناصر اللي عندهم أبرزهم جارس بي اللي معار لتوتنم اللي بيقدي يعني على فترات بشكل جيد مع تويتنم وكمان بعض اللاعبين اللي بيشاركوش ممكن زي ماريانو دياز وبعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش مع ريال مدريد هنشوف إلي هايحصل في الصف لكن واضح أنه هيكون صف ساخن جدا لكن نروح للاعب يلعب الكالتشو الإيطالي وهو لوكاكو وده من البي بي سي على تويتر واللي بيقوله أن روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان يقترب من العودة مرة أخرى إلى الدورة الإنجليزية وبيقوله أن الراجل عنده عرضين عرض من تشيلسي اللي بيرغب في استعادة اللاعب اللي كان يعتبر بدأ في الدورة الإنجليزية مع تشيلسي وبعد ذلك كان راح منشستر ينايتد لو نفتكر فهما بيرغبوا في عودة لوكاكو واللي بيؤدي بشكل جيد جدا مع انتر ميلان ومساهم في تصدرهم للكالتيو وأيضا بيتكلموا على أن توتنم ممكن تكون من الأندية اللي في إنجلترا أو في البريمير ليك تحديدا مهتمة بعودة لوكاكو ده هنشوف لكن هو في الحقيقة لعيب مهم أوي لكن خلينا كمان نروح لخبر آخر ومرة من ألمانيا وتحديدا حساب جريدة الكيب على تويتر واللي بتقول أن نوكلس زول مدافع بيرغن طبعا فاكرين واللعب قدام النادي الأهلي رقم 4 ده ماشاء الله حاجة كده كبيرة أوي القايم كامل جدا مدافع مميز جدا الرجل كان بيلعب مع منتخب ألمانيا وتعرض للإصابة فبالتالي حيجيب خلال الفترة اللي جاية واللعب قدام أيسلندا ومبراء كلست بفوز ألمانيا طبعا 3-0 عنده أصابة في الفقد فبالتالي مش هيكون موجود مع البيرغن وهيجيب كمان عن تصفيات كاس العالم وما تبقى من بعض المباراة في هذه البطولة بعد الإصابة دي طيب خلينا كمان نروح ل EPL World على تويتر وحسابهم الرسمي واللي بيقولوا ونشروا كمان قيمة لأفضل عشر لعبين بالتحديد كلعبين وكأندية في العالم فخلينا نتدي باللعبين وده وفقا كمان للتحاد الدولي لكرة القدم التاريخ والإحصاء واللي قالك أفضل عشر لعبين في القرن اللي فات في العالم بالترتيب زي ما انتم شايفين كده ميسي، رونالدو، إنيستا، نيمار، سيرجو راموس، مانويل ماير روبرت ليفندوسكي، وبوفون، وزلطان إبراميوفيتش ولوكا مودريتش ده بخصوص اللعبين أما بخصوص الأندية قالك مين؟ برشلونا، ريال مدريد، بايرن، ميونيخ، بريستان جرمان وأتليتكو مدريد، ويوفينتوس، وتشيلسي، منشستر سيتي، يونيتد، وأرسنل ده اللي قاله الـ EPL World وحسابهم الرسمي على تويتر لسه نكملين معاكم في الأخبار العالمية وتحديدا كمان خلينا نروح لحساب جول على تويتر واللي كشف عن ثلاث لعبين من المواهب الكبيرة جدا زي ما شايفين صورهم كده دلوقتي في التويت دي ولي بيقولوا دول مستقبل القرى البرازيلية وحيكون فيه خناءات كتيرة جدا في أوروبا على التعاقد مع السلاسي ده من السلاسي ده؟ جابريال فيرون ده مهاجم بالميراس البرازيلي مش عارف بصراحة لعب قدام الأهلي ولا لأ كايو جورج مهاجم سانتوس البرازيلي وتاليس ماجنو ده مهاجم فاسكو ديجاما البرازيلي يعني ثلاث مواهب يقال إن هم مهمين جدا وأكيد حيكون في منافسة قوية جدا في مختلف الأندية الأوروبية لتعاقد معهم وده هنشوفه خلال أيضا السياف المقبل لكن خلينا كمان نرجع لتعليقات حضراتكم وسؤال الحلقة وهو بيتعلق برأيك في أداء المنتخب في مباراة كينيا الأخيرة نشوف تعليقات الجماهير وإحنا خلنا جزء بنكمل التعليقات دي خلنا الجزء طبعا في أول الحلقة نقول أو نشوف سيد سيد ماشي لو أنا قلت الاسم صح قالك للأسف أداء لا يقولك بمنتخب مصر ومجموعة النجوم الموجودة فيه ده سعيد سعيد ماشي يا سعيد كمان إسلام الحنفي قالك إيه أداء سيء جدا جدا ماشي كمان محمد فارق رشدي قالك أداء أقل من المتوسط وكالعادة غياب الروح والتجانس وعدم فرض أسلوب اللعب الجماعي وعشوائية في الأداء بصراحة عندك حق أبو حميد يعني أحمد الحصري قالك إيه قالك أداء ضعيف ويفتقد للحماس عند معظم اللعيبة ده سببه إيه؟ أكيد فيه أسباب كتير جدا نتمنى أن يتم معالجة كل الأخطاء اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني ونتمنى أن احنا نشوف أداء كويس فيه أهدف ممكن تتحقق بس ملهاش طعم آه حتقولي الهدف أهم أنه يتحقق وتتأهل وكل الكلام ده ملطفق معاك بس ما نفعش نحن نكون منتخب مصر بإسمنا وتاريخنا في المجموعة الضعيفة دي ونكون لسه كمان ما حسبناش المركز الأول ونكون بنظهر بالمظهر ده خالص يعني حاجة ما ترديش حد خالص فإن شاء الله بإذن الله نتمنى كل التوفيق اللي كانت عسان بدري للجهاز الفني للعابين ونشوف شكل مغير خلال الفترة اللي جاية وبتحديد بداية تقمى مباراة جزر الكبر دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج استنونا إلى اللقاء